ازايكم? طبعا في شوية كلام كده بيحصل من الناس على السوشيال ميديا واكيد نعنوها الفيديو انت فهمت ناصو دي. الناس حاليا على السوشيال ميديا الفيسبوك وكل الجروبات بيقرنوا الميتين تي بالبوكو اكسسري انفسي وبقولك ان ده احسن وفيه ناس بتقولك ان ده احسن وفيه ناجم ده حصلة كده. فالفيديو بتاع النهاردة احنا جاين نعرف تشتري ايه من الاخر كده في الموبايلين ده. يلا بينا نتكلم عن التصميم وخامات التصنيع. والبوكو في النقطة دي واحد من الموبايلات اللي كان عليه خلاف كبير جدا ما بين الناس. في ناس كانت حبا التصميم بتاعه وفي ناس كانت بتقولك لأ التصميم بتاعه رخم. ظهر الموبايل هنا جاي من البلاستيك اللميع جدا. واخد كده خط في نص الموبايل بشكل مائل مختلف شوية عن الظهر. وعندك مربع كاميرات كبير جدا وبارس جدا عن الظهر. وطبعا كلمة بوكو اللي حجمها كبير شويتين. وفريم الموبايل هنا المفروض ان هو جاي من المعدن. ولما بسكت الموبايل الحقيقة حسيت ان الموبايل جاي الفريم بتاعه من المعدن. بس بعد المراجعين المهتمين في تفكيك الموبايلات اكدوا ان فريم الموبايل جاي من البلاستيك. سمك الموبايل هنا حوالي 9 و 4 من 10 ملي متر. وده سمك يعتبر تخين شوية. ووزن الموبايل هنا حوالي 215 جرام. وفعلا الموبايل برضو تقيل شوية. اما بقى بالنسبة للميت ان تي. ضهر الميت ان تي جاي هنا من الازاز المصنفر وعليه طبقة حماية من الجيل الخامس. ضهر سلفر سادة وعكس الاضاءة بشكل خفيف جدا. مربع الكاميرات هنا برضو بارس بحجم كبير جدا عن الظهر. مش عارف ليه شاومي في الفترة الاخيرة كده كل لموبايلاتها فيها العبدة. وفريم الموبايل هنا من المعدن السولد جدا والمتين جدا. وبالنسبة لصمك الموبايل فصمكه هنا حوالي 9 و 3 من 10 ملي متر. ووزنه حوالي 216 جرام. يعني الاتنين كده تقدر تعتبر ان هم نفس الوزن ونفس السمك بالزبط. خش بقى في المهم. الاتنين جاي فيهم ستيريو سبيكر. صوته محترم جدا وقوى جدا وعالي جدا. ولو جارات الموبايلين هتعرف قد ايه ان الصوت بتاعهم متقارب جدا. بس فيه نقطة هنا. مكان سماعة الميت ان تي جاء على الشمال في مكان رخيم جدا. لانك لو ماسك الموبايل كده في وضع افكي سهل جدا تكتم السماعة دي. تاني نقطة ان البوكو هنا بيركب له كارت زاكرة خارجي. هو اي وفهم انفازين بس يعني انت قدامك دلوقتي حل يتركب خطين يخطه كارت زاكرة خارجي. بس الميت ان تي هنا بقى مبركبوش كارت زاكرة خارجي. انت عندك هنا مكانين بس مكانين لخطين بس. مفيش مكان لكارت زاكرة خارجي. وبمناسبة الفريم فالبصمة في الموبايلين جاة في زراعة الباور. والحقيقة داي البصمة كانت في الميت ان تي اسرع بشوية حلوين كده عن الموجودة في البوكو اكس ري. اخر نقطة بقى بالنسبة للتصميم عندك في البوكو اكس ري مدخل تلاتة ونصف ميلي تركيب السماعات. اما الميت ان تي مفوغش مدخل تلاتة ونصف ميلي بس شاومي يحطلك في العلبة بتاعة الموبايل محول. شاشات الموبايلات بقى من الحاجات اللي بيتميز الموبايلات جدا. في البوكو هنا عندك شاشة ستة وسبعة وستم من مية بوصة. اي بي اس ال سي دي. وفول اتش اي بلس. والشاشة دي بتحقق حوالي تلتمية خمسة وتسعين بيكسل في كل انش. وعليها طبعة حماية من الجيل الخامس. وزي ما انت عارف ان الشاشة دي اللي بيميزها انها جاية او معدل تحديث مية وعشرين هارتز. والشاشة دي بدون كلام كتير من احسن الشاشات اللي ممكن تاخدها على موبايل تحت خمس تلاف جنيه ان ما كانتش احسنه. شاشة بالنسبة للسطوع كان سطوعها ممتاز جدا. الوانها مشبعة. وكمان حجمها كبير جدا. فالمحتوى اللي معروض عليها بيكون حجمه كبير وواضح. وفوق طبعا الكلام ده سرعتها المحترمة. الشاشة دي مية وعشرين هارتز. يعني انت معاك سرعة جمدة جدا في السكرول والتنقل في النظام. وفتح وقفل وكل حاجة. السابر ده ارجع اقول لك هي مزالة اي بي اس. ففيها عيوب الاي بي اس العادية الطبيعية اللي تعودنا عليها وكل الناس بتتكلم عنها وشوفناها في موبايلات كتير. زي زوائر رويل مش احسن حاجة. وزي الهالات السودا اللي معرفش ازاي الناس بتقع تدقى في الحاجات دي. يعني اكيد الحاجة دي مش هتدقى او مش هباستك روبتك يعني لو لقيت هالات سودا خفيفة جدا حوالين الكاميرا او تحت في الفريم اللي تحت بتاع الشاشة. اللي حاجات دي مش هتعرف لتلاحيزها اصلا غير لو قعدت بقى تمسك الموبايل والدقى بقى وبص او انا اللي يفرق معايا فعلا الشاشة الاي بي اس عن الامورد الالوان وبالتحديد اللون الاسود لما بيكون كده قفل الشاشة خالص او مشغل الدارك مود اللون الاسود بيفرق جدا ما بين الشاشة الاي بي اس وكمان السوطوع بتاع غير كده بقى لهالات سودا ولا حاجات زي كده تفرق معايا بالنسبة بقى الميت انتي فعندك هنا شاشة ستة وسبعة ستين من مية بوصة اي بي اس فول اتش دي بلس وبتاحها حوالي تلتمية خمسة وتسين بيكسل في كل انش وعليها طبعة حماية برضو من الجيل خمس والشاشة دي مية اربعة واربان هارتز هوا في الشاشة دي الطف واحسن شوية من البوكو ونوع البنال هنا تحسوا احسن شوية وده هيبان معاك بتشابه علوان وزوية روية اللي تحسنت وزي ما قلتلك قبل كده هي مش زي الاموريد سوطوع الشاشة دي بيوصل لحوالي ستمية وخمسين نتس فمش هتلاقي معاها مشاكل تحت اشعة الشمس الشاشة الوانها ممتازة وسطوعها كويس جدا وطبعا فوق كل الكلام ده عندك مية اربعة واربان هارتز فهتخلي تجربة الموبايل ده سريعة جدا واسموز جدا في التنقل واتحاربك وكل حاجة في الموبايل ومن الاخر كده بخصوص نقطة الشاشات دي فشاشة الميت انتي واضح جدا ان هي احسن وافضل بفرق مش كبير قوي ومش هتلاحظ الفرق ما بينهم الا لو مسكت الموبايلينجا ببعض فمن الاخر كده شاشة البوكو اكسسري كويسة جدا ومش هتلاقي معاها اي مشاكل والفرق ما بينها ومن بين شاشة الميت انتي فرق يعني مش اللي هو كبير او فرق لازم ان انت بدأ قوي او تمسك الموبايلينجا ببعض عشان تلاحظه معالجات الموبايلات ببعض هي لا تحدد لك انت عايز ايه فعلا فمن الاخر كده لو يهمك الاداء والالعاب والادات العالية الامر محسوم وبشكل كبير جدا للميت انتي طيب البوكو جايب معالج سناب دراجون 732 جي معالج 80 نانو متر ومعاجي بيو قدرينو 618 والموبايل ده بيحقق حوالي 283 الف نقطة الميت انتي جايب بمعالج سناب دراجون 865 معالج 7 نانو متر ومعاجي بيو قدرينو 650 والموبايل بيحقق حوالي 580 الف نقطة وزي ما انت عارف فوق كل ده اللي بيحصل لك التجربة هي المية وعشرين هيرتز مش هتحس ان الموبايل مدأك في الاستخدام ولا اي حاجة كل حاجة هنا سموز اداء الالعاب كان قوي وكويس يعني لعبة مثلا زي لعبة بباب جي كان اخيرا على الموبايل ده وكانت بتتراوح ما بين 40 لخمسة واربين اف في اس بالنسبة لي الاداء في الميت انتي بص هما الموبايلين سموز جدا وما فش هتلاقي اي حاجة اداءك في الموبايلين بس الاداء هنا مختلف شوية الموضوع هنا اسلس وانعم كده هتقدر تقول فرق حوالي 20% بين الموبايلين اللي هتلاقي فيه فرق بقى فعلا وفرق ملحوظ وكبير هو اداء الالعاب الموبايل هنا قادر يشغلك كل الالعاب على اعلى الادات وبكل قوة وبتوصل لستين اف في اس بكل سهولة وفيه الالعاب كمان الموبايل قادر يفتح فيها 90FVS على حسب دعمها فنقطة الاداء والالعاب محسومة هنا خالص وده راجع برضو لان الموبايل هنا جاي ب8128 زكارة داخلية من نوع اسرع UFS 3.1 الكاميرات برضو من الحاجات اللي عليها اخلاف كتير والناس كتير بتتجادل عليها وعشان هرخصلك النقطة دي من قبل اي حاجة اداي الكاميرات فعلا في الموبايلين دولات متقارب بشكل كبير جدا وبدو البوكو عندك كاميرا الأسياء 64Mbx اشير رائب بفتحة عدسة ١٩٩ . و ڢуется ١٢، ميجابيكسل أكبر بفتحة عدسة ٢٢ ٩ وظ임ما подтلاق الأداء في الكاميرات بشكل ٌ بشكل طبيعي تقدر بإقد Stir, نفس الأداء والنفس المعالجة بأن تكون موضوع صلوش بشكل كبير اللي مختلف بس هنا ان الميت انتي في الفيديو بيوصل لأيت كي مقابل فور كي في البوك وعندك في البوكو هنا كاميرا امامية عشرين ميجابيكسل بفتحة عدسة اتنين واثنين من عشر والكاميرا امامية برضو في الميت انتي عشرين ميجابيكسل بفتحة عدسة اتنين واثنين من عشر والادقة برضو هنا قريب جدا من بعضه ممكن المي بيخرج شوية تفاصيل احسن بس مش بفارق مرحوظ يعني او فارق كبير نجي بقى لنقطة البطاريات وسرعة الشحن البوكو هنا عندك بطارية خمساك مئة سلاف مئة ستنين مpeut مع صرعة تشحية تلا تلاتين وط والشحن بيجي معا في العلبة وبالنسبة للمية update فعندك هنا البطارية خمساكاف مئة اتمبر مع صرعة شحية تلات وثلاتين وط برضو وبرضو الشحن بيجي معا في العلبة والمفروض هنا ان ال Hair تنين تي دعم سرعة الشاحن العالية بتاعة شاومي ليس 65 وط والمئة وعشرين وط بس محتاجة طبعا تشتريوا الاداب هنا برضو قريب من بعضه قوي وان كان البوكو كده احسن بفريق بسيط بس يقدر تعتبرهم زي بعض والموبايلين هنا فيهم اي ار للتحكم في الاجهزة الالكترونية بقى المميزات بقى زي الواجهتين وكل الحاجات اللي موجودة في الواجهة دي الموبايلين مشتركين فيها عادي واخيرا بقى اصعار الموبايلات ورأي الشخص في الموبايلات البوكو جاي عندك هنا بنشخة دين ستة رام عربعة وشتين زكرة داخلية بسعر حوالي تلتمية وتسعة وتسعين جنيه يعني حوالي ميتين خمسة وخمسين دولار ونسخة الزتة رام تمانية وعشرين زكرة داخلية بحوالي اربعة تلاف وربعمائة جنيه يعني حوالي ميتين وتمانين دولار الميتين تي جاي بنسخة واحدة تمانية رام عمية تمانية وعشرين زكرة داخلية بسعر حوالي سلتمية وتسعة وتسعين جنيه يعني حوالي ربعمائة ستة واربعين دولار واخيرا رأي بقى ان الموبايلين دولت ممتازين جدا جدا بس ما فيش سبب يخليك تشتري الميت ان تي او تغير من البوكو اكس سري ان ف سي للميت ان تي الا لو انت عايز موبايل بريميوم وعايز اداء قوي جدا في الاداية العام وفي الالعاب بالتحديد وعلى فكرة الموبايلات من احسن الموبايلات في فئاتهم السعرية ان ما كانوش احسن موبايلات فعلا في فئاتهم السعرية وبس دي كي يكون لها عام فيديو النهاردة اشتركوا فيديو جديد ان شاء الله سلام